بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم ونبدأ إن شاء الله مع الـ Object Oriented في السلسلة اللي جاية بس هنجاوب ضمن السلسلة بتاعنا على بعض الأسئلة اللي تسألت زي إن حد كان بيشتغل بمكتبة الأي او ومع استخدام الـ Class Director بدأ يكريات عادي فولدر وبعدين لما بدأ يمسحه ولاحظ إنه بتطلع الرسالة لما بيكون جواه فولدرات طيب إزاي ممكن إليه فولدر بكامل فولدرات اللي جواهي تعال نعمل ديمو سريع يوضح النقطة ديت هفتح الـ Visual Studio هاجي هنا أقول له New Project وهختار C Sharp Windows وهنختار Windows Form Application تعال نسميه Delete NIO Demo ديمو كده فتح معي المشروع هبدأ أختار من Toolbox زرارين زرار هكاريت بي وزرار هدلت هايس بس أوضح المشكلة ليه اللي سألني إن احنا في حالة إن احنا بنعمل Delete من خلال الـ Director بنشتغل على الـ Overload اللي فيه الـ Pullian Recursive وهوضح لك النقطة دي دلوقتي بامثال سريع نفتح كده نضع الـ Toolbox وهنبدأ نختار Tool Bottom الزرار الأول هعمل من خلاله كرياتة والزرار الثاني هغير لعملية الـ Delete تعال نختار ده ونخليه كريات وده هنخليه Delete سريعا كده تحت زرار الكريات هبدأ أستخدم المكتبة بتاعنا طبعا زي ما اتفقنا يا شباب احنا هنبدأ إن شاء الله نشتغل على 2015 فهيكون في بعض التعديلات وهنشرح من خلالها إن شاء الله الـ C Sharp 6 هاجي هنا وقول له UsingSystem.io طيب نتيجة الكلام ده تحت الزرار ممكن هاجي هنا وبدأ أقول له أنا محتاج Director .create Director هنبدأ نديله الاسم طبعا اسم الـ Director اللي أنا هعمله هيتحط في الـ Root يعني جنب الـ Application وأنا بشتغل هاجي هنا واسميه مثلا Smart يبقى ده الـ Application بتاعي هنروح على الـ Desktop سريعا المفترض إن ده ملف الـ Excl اتعمل او نبالد المشروع سريعا كده عشان ننزل لي ملف الـ Excl هقفنا على الـ Project وقول له Build لسه بيعمل Building كده خلص مفترض إن أنا باع عندي فعلا الـ خلينا مع بعض كده نبدأ نعمل الـ Run الـ Application بتاعي ومجرد ما هضغط على زرار الـ Create هيبدأ اتعملي فولدر كده الـ Project بتاعي اشتغل هبدأ أقول له Create اتعملي فولدر اسمه Smart طيب لو أنا عايز بقى جوه Smart يكون فيه فولدر تاني تمام فهاجي هنا مثلا أقول له slash أو ممكن slash واحدة بس أحط هنا إيه؟ علامة الـ Add وأقول له مثلا C-Shar تمام؟ ده معناه إن أنا عايز أعمل فولدر تاني باسم C-Shar تمام؟ طيب لما يجي أعمل Run تاني بس جوه Smart يعني هو هيخش جوه Smart ويعمل إيه؟ فولدر ما فيش حاجة هنا طيب هنضغط Create ندخل تاني جوه Smart لقيت فيه في C-Sharp طيب قبل ما كنت أعمل C-Sharp لو كنت أديته أمر delete كان مسح بمعنى تعالى مع بعض كده نمسح الفولدر ده نقول delete ونبدأ نرجع للـ Application بتاعنا وهاجي تحت زرار delete علشان نمسح فولدر باجي برضو الـ Director ضد delete وأبدأ أديله الباص بتاع الـ Director اللي أنا هشتغل عليه لو أنا جيت هنا أقولت له امسح لي smart نخلي بالنا smart حاليا ما فيوش إيه؟ وطلع لي message box واللي فيها delete delete done طيب لو أنا عملت save دلوقتي كده يا شباب ورجعنا تاني للفولدر اللي أنا أكتب أتكلم عليه smart كده ما فيوش أي إيه؟ أي فولدرات فرعية مفووظة فولدر طيب هنعمل run هبدأ أقول له delete قال لي deleted وبالفعل لو رجعنا للـ Root ما بقاش عندي طيب نكريته مرة تانية هعمل comment على السطر ده وهاجي أعمل run هسين هنا بس semi column هنعمل run مرة تانية وجيت هنا كريات بالفعل هو كريات لي smart طيب لأ ده أنا عايز بعد smart ده كريات عليه كمان director أو فولدر تاني فأنا هحطه جوه smart من C sharp تعال كده نعمل save run كده هكريت C sharp جوه من جوه smart جميل أول والدليل تعال نرجع للـ Root بتاعنا ادي smart جوه من C sharp طيب تعال بقى نقول له احنا محتاجين ندليت من smart بضغط دليت كده المفترض انه يمسح smart ويبدأ يطلع لي ايه اه بدأ يديني exception هنا IO exceptions طيب الـ exceptions ده بيتكلم معي في ايه ان the director is not empty يعني الـ director بتاعي ماهوش ايه ماهوش فارغ طيب في الحالة دي علشان امسح الـ director بالـ subdirectors الجوهه او الفولدر بالـ subfolder الجوهه لو لاحزنا فأمر الـ delete اللي احنا اشتغلنا عليه تعال هنا بقى نكتب director علشان يكون معاكم to command لما LOق لما بتفتح كده في عندي حين اتنين ذلك او او ماءاتوض او اوفالود للماثود على شكل احنا لما بدأت كده بيقول لي ديني الـ pass وبعدين كما البرامتر التاني بيسألني بوليان ريكورسف يعني لو انت عايز في الحالة دي اريموف الديريكتورز اند ساب ديريكتورز اند فايلز اي المكان انا هلجي كله والديفولت بتاعي بيكون فولز طيب لو انا قلت له هنا ترو اه هنا معناها بس خلي بالك معناها ان انا همسح الفولدر اللي هعطيك اسمه بكامل محتوياته من الفولدر والفايلز كسب فولدر وكفايلز داخل في الصف فولدر او في الروت او في الفولدر الاصلي تعالا مع بعض كده نبدأ نعمل سيف وتعالا نعمل رن في الحالة ديت تعالا نبص الاول ادي عندي سمارت انا جوه فيه عندي سي شارب لو انا قلت له ديليت بالفعل قال لي ديليتد ومسح الفولدر بالصف فولدر بتاعه وكده انا وضحت لك النقطة ليه اللي كان بيسأل لما بعمل عملية ديريكتور دوت ديليت وبديله الباص فعلا ما بيمسحش كان بيطلع لي رسالة طبعا الرسالة وضحناها دلوقتي اللي هي الديريكتور بتاعك نوت امتي وفي الحالة دي هضطر ان انا ازود ترو بعد الباص اللي انا عايزه لو عجبك الفيديو وفادك يا ريت تعمل لايك واريت تعمل سابسكرايب لو لسه ما عملتش سابسكرايب علشان تجي لك باية الفيديوات اللي بنعملها على القناة بشكل للناس اللي بتدعم القناة من خلال الشير واللايك ولو عندك ايه سؤال حطه في الكومنت خليك ايجابي متوقفش المعلومة عندك شوف الخير اشتركوا ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته